كتير مننا في حياته العملية بيدور على النجاح إلا جالباً بيكون فلوس أو شهرة أو منصب لكن النجاح الحقيقي إنك تكون ممن قيل فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآية الكريمة أربع فرأ من المؤمنين الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا من أمة بني إسرائيل فاتبعوا موسى عليه السلام والتزموا بتعاليم التوراة والنصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام والتزموا بالإنجيل والصابئين الذين اتبعوا الفطرة فلم يكن لهم رسول ولا منهاج ولا كتاب سناوي ومنهم من طرق عبادة الأوثان واتجه للواحد الديان عندنا مثالين أول مثال ورقة ابن نوفل والمثال الثاني زيد ابن عمر ابن نفيل ورقة ابن نوفل كان حنيفياً موحداً ولا يعبد الأوثان وهو أول من بشر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه رسول هذه الأمة أما زيد ابن عمر ابن نوفيل فهو واحد من أشهر الموحدين في زمن الجاهدية قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة وحده وحال هؤلاء جميعاً أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويعملون عملاً صالحاً يرضى الله عنه فلهم أجرهم عند ربهم يشعر المؤمن بمنتهى الاطمئنان لما يعلم أن أجره عند الله الكريم ذو الفضل الواسع وهؤلاء جميعاً جعلنا الله منهم هم الفائزون لا خوف عليهم من مجهول ولا هم يحزنون على أمور الدنيا لو حسب الترتيب الزمني كان مفروض يقول الذين هادوا قبل الذين آمنوا من أمة محمد ولكن ذكر الذين آمنوا من أمة محمد لخيرية أمة محمد ولأن المؤمنين من أمة محمد يؤمنون بجميع الرسل ذكر الله تحديداً من آمن بالله وباليوم الآخر لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو خمة الإيمان بالغيب يمكن زمان كان فيه عذر لبعض الناس أنهما يعرفوا الإسلام لكن دلوقتي مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال بقى من السهل جداً أن كل واحد يعرف الدين الحق وهو الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وقرن الإيمان بالعمل الصالح لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه الإيمان بالله ثابت والمتغير هم البشر يأتي رسل وأنبياء فمن آمن واتبع الرسل فقد فاز ومن كفر فقد خسر حتى بعث الله إمام العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين فنسخ كل الأديان السابقة وأصبح الإسلام هو الطريق الوحيد لله حتى أن عيسى عليه السلام حين يعود يصلي مع المسلمين ويدخل في زمرتهم قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولا بد من اقتران الإيمان بالعمل الصالح وإلا صار كل منافق مؤمنا جزاكم الله خيرا